بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين نوصل دايماً في chapter 1 واليوم إن شاء الله نشوف اللي هو lecture 5 شوف فيه arithmetic operator assignment operator precedence operator arithmetic operator اللي هي العمليات الحسابية مثلاً نبدأ بالقوة إذا جاتني ثلاثة قوة 2 إيش أسوي لها؟ أقول إيش هذه تسوي ثلاثة قوة 2 إستخدم لهذه الإشارة اللي هي موجودة هنا موجودة عندك مع حرف 6 تستخدم shift حرف 6 إذن A قوة B تسوي A to power B الضرب A B اللي هي A مضروبة B القسمة نفس الشي الجمع نفس الشي الضرح لكن لاحظ هنا في عندي left division هذه هي عكس القسمة الموجودة عندي فإذا جيت قلت لك A left division B هي نفسها إقلب تصير B قسمة A بالقسمة العادية اللي معروفة عندنا اللي هي استخدمناها هنا اللي هي right division فيه كمان عندنا عملية أخرى حسابية ما هي موجودة عندنا في الرياضيات العادية اللي هي assignment operator A equal B تعتبر كعملية حسابية ليش؟ لأنك عوضت عن قيمة A B قيمة B The equal sign assignment operator هالي نشوف اللي هو The equal sign The assignment operator in MATLAB أشياء assignment operator X مثلا equal 22 أشياء عن الكلام هذا A place number 22 In container X يعني حافظ قيمة الـ 22 حفظت في الـ X أخذت قيمتها هنا يقول لك How about X equal X plus 1 يقول لك هنا كمان عندنا نشوف الفرق فيها ما بينها الرياضيات and assignment operator in MATLAB أشياء الفرق بين الاثنين؟ في فرق كبير مثلا في الماتلاب assignment operator هنا X equal X plus 1 يقول لك قديش قيمة يروح للوركس بيس يقول لك قديش قيمة X في الوركس بيس طبعا قيمتها 22 قيمتها 22 إذن قيمتها الحالية 22 22 زايد 1 تساوي 23 أما في الرياضيات في X equal X plus 1 سيقول لك هذه معادلة فراح يختصر هذه مع الـ X هنا يصفر عنده صفر تساوي 1 ويقول لك هذه المعادلة غير منطقية إذن هذه المعادلة غير منطقية رياضيا لكنها في الماتلاب لها معناها أوكي طب لم يكن عندي أكثر من عملية حسابية مثلا 2 زايد 3 قسمة 4 حتى ممكن نقوله قوة 3 طب مين اللي نسوي الأول هنا هذا هو order of precedence عندنا هنا أشواء الأولوية للعمليات الحسابية هل أولا سوي الجمع أما سوي القسمة أما سوي الضرب هنا يقول لك باقتصار يقول لك هنا أول شيء تسوي هو إذا كان في أقواس لازم تسوي العمليات لداخل القوس إذا كان في power لازم تسويها ثانية إذا كان في القسمة والضرب هذه اللي هم نفس الأولوية اذا كان في جمعه وطرح لهم نفس الأولوية لجمع وطرح لكن لهم ديهم آخر هنا المرتبة الثالثة الثانية الأولى طب لو كان عندي نحن قلنا هنا فيه اثنين ديهم نفس الأولوية وهنا اثنين ديهم نفس الأولوية طب مين فيهم نسوي الأول يقول لك the operator are carried from left to right معناها عندي 2 زايد 3 ناقص 5 من اللي أسوي فيهم الأول اللي هم نفس الأولوياء أبدأ من اليسار أسوي 2 زايد 3 6 ناقص 5 تساوي 1 أمثلة 1 زايد 2 قسم 3 طب من اللي أسوي الأول الجمع أم القسمة طبعا نسوي القسمة 1 زايد 2 ما أضربه في 3 من اللي أسوي الأول أسوي الضرب ما معنى أن أسوي أول الضرب أضرب 2 في 3 تعطيني 6 والجمع أحط عليه 1 نتيجة 7 لكن لاحظ نفس هذه العملية موجودة عندي هنا لكن فيها أقواس طب من اللي أسوي الأول هنا ما فيش لا جمع ولا طرح ولا قسمة لا ضرب لأنه فيه القوس لازم أسوي أولا اللي داخل القوس اللي داخل القوس نتيجة كم؟ 3 أضربه في 3 تعطيني 9 لاحظ نفس العملية الحسابية هنا مرة أعطاتني 7 ومرة أعطاتني 9 لكن حسب اختلاف فيها أقواس أم لا هنا عندي القسمة وعندي الضرب ولهم نفس الأولوية طب أبدأ من وين؟ أبدأ من اليسار أولا أقسم 1 على 2 نص وأضرب فيه 3 تعطيني كم؟ 1 نص لو كانوا فيها أقواس ما عندي خيار لازم أخذ نتيجة هذه اللي هي 6 والكل قسمه على الواحد وتجيني نتيجة 0 فاصل كذا هنا ايش أسوي؟ في عندي الضرب وفي عندي الباور لازم أسوي الأول الباور 2 قوة 3 ثمانية بعد ضربه فيه 1 النتيجة ثمانية من اللي أسوي هنا الأول؟ أول شيء أسوي هنا صح؟ 25 لازم الباور بعدين في عندي الضرب والقسمة من اللي أسوي فيهم الأول؟ أبدأ من اليسار أضرب هنا في الثلاثة أقسم على 15 النتيجة كم؟ أولا لازم أسوي الضرب أم القسمة؟ أسوي طبعا الضرب لأني أبدأ من اليسار إذن 25 في الثلاثة 75 قسمة 15 نتيجة 5 بهذا الشكل نكون خلصنا هذا الليكتشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته